خويني الأول أرحب بضفطنا العزيزة تخينا بتتكلم عن النظرات مع أستاذة اقتصاد برضو أنت أنا جماعة والله ما طبيعي دكتور نهلة أحمد أبو العزي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمتخصصة في أبحاث أو أبرز واحدة من أبرز المتخصصات في أبحاث الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في أفريقيا ودي حاجة مهمة جدا منورانها دكتور بسلام الله إزاي الصحة كله تمام؟ في نعم الحمد لله أنا الأول عايز أسأل سؤال يعني إحنا خلال يمكن السنة اللي فاتت بالتحديد بدأنا كلنا في مصر نفهم معنى كلمة الاقتصاد الأخضر اقتصاد صديق البيئة صحي كده؟ صحيح ولا كده التوصيف مخل؟ لا توصيف صحيح للغاية جميل فبدأ المصريين دلوقتي يخشوا في نوع تاني من المناقشات لما نيجي نتكلم عن الاقتصاد الأخضر فيجي يقولك طيب زي إيه؟ أو يا ترى هل ترى كوب 27 هتفدنا في مصر إزاي؟ هل إحنا عملنا اتفاقات؟ هل عملنا بروتوكولات؟ هل وقعنا مشاريع إلى آخره؟ فأنا كنت بقول آه بس الأول هسأل شكل الاقتصاد الصديق للبيئة دا اللي هو إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم يعني أنا طبعا سعيدة أن أنا مع حضرتك وأن إحنا استهلينا الكلام بالنظر بموضوع النظر فعلينا أن نمع النظر أو أخلي بالك النظر يعني التغيرات المناخية بتأثر النظر بل أكيد التلوث ببوز الدنيا أكيد فخلينا أقولك أن الاقتصاد الأخضر في مصر مش من السنة اللي بادت الاقتصاد الأخضر في مصر بادت من 2006 نحن عملنا استراتيجية للاقتصاد الأخضر في مصر من 2006 نحن من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط اللي تتحولت أو بتتحول بالفعل نحو الاقتصاد صديق البيئة أو النمو الأخضر النمو الخالي من الإنبعاثات الكربونية فعظم الاقتصاد الأخضر ببساطة زي ما حدتك قلت اللي هو الاقتصاد الصديق البيئة اللي هو ما فهوش تلوث للبيئة خليني أبدأ معيك من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة اللي قالها في قب 27 أول ما بدأ كلامه قال أن التأخير يعني الموت صح يعني تأخرنا عن إنقاذ قوكب الأرض مما يحدث عليه من مشاكل أو تغيرات مناخية يعني الفناء لهذا الكوكب بمعنى أنا عندي في العالم أكتر من 6 مليار نسمة نصوهم نصوهم تخيل نصوهم أكتر من 3 مليار ناس آه معرض لإيه بقى أستاذ يوسف معرض للفقر المائي يعني مش هيبقى عنده مية آه والنقص الأمن الغذائي يعني مش هيبقى عنده أكل هيبقى في حالة جوع فنص العالم بسبب التغيرات المناخية مهدد بالعطش والجوع مهدد اللي هم أدنى حاجتين أنت بتحتاجهم في حياتك اللي هم أكل وشرب أنت مش هتلاقيهم فإحنا فين؟ إحنا إيه؟ إحنا لازم نفوق إحنا لازم نصحق عشان كده الفكرة إحنا من 92 عملنا الاتفاقية الإطارية للمناخ من 97 بدأنا بروتوكول كيو 2 الكاب 1 كاب 2 كاب 3 أنسوان لحد كاب 27 خلال الكابس دي كلها كان بيبقى فيه يعني نوع من أنواع القرارات ولكن للأسف هي لم تكن قرارات ملزمة للأطراف اللي كانوا جوه القرارات توصيات توصيات لحد ما الأمر تفاقم لحد ما السنة اللي فاتت الدول لأمريكا وأوروبا حصل فيها أمور جلل صحيح في التغيرات المناخية بدأت تشوف حرائق الغبات بدأت تشوف جافاف أنهار بدأت تشوف فيضانات بدأت تشوف سيول بدأت تشوف براكين فالناس بدأت تفوق تقول لا إحنا مش هنسقط على كده كاب 27 هو اللي هيحول القرارات أو التوصيات إن صح التعبير إلى قرارات ملزمة وتنفيذ تلك القرارات لأن زي ما قلت لك الأمر أصبح جلل الفكرة إحنا كنا بنبص من حوالي 10 سنين كده للتغيرات المناخية دي ونقول إيه لسه بعيد مش هتطلنا لن تطلنا وخصوصا هم في الدول المتقدمة لأنه بالعكس هم أكثر التلويسا يعني هم بيلووسوا العالم بنسبة 70% إحنا أقل تلويسا بنسبة 4% لـ 5% من إمبعاثات الكربون ولكن بنتحمل عبء تلويسهم هم الكبير ده لما بدأت الملووسات أو الإمبعاثات تزيد والتغيرات تحصل بوثيرة متسرعة بدأت الدول دي تفوق وتقول لا كاب 27 لازم يبقى له خصوصية في التنفيذ في التنفيذ الفعلي للقرارات والتوصيات اللي تمت في الكبس الأخيرة اللي قبله وخصوصا اللي هي الكبس الكب 26 اللي قبله فدي يمكن ميزة وخلت الناس فعلا تفوق لكن اللي أنا عايز أأكد عليه إن إحنا هنا في مصر إحنا عندنا تحول للاقتصاد الأخضر منذ عام 2006 عندنا استراتيجية وطنية للتحول للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر من سنة 2008 وإحنا ماشيين بوطيرة الحمد لله مخلي العالم كله يقف احتراما لمصر كده مش هقفز بس عايز أشوف أما يجي الناس يسأل طب يا جماعة أنتو في قاب 27 في شرم الشيخ حققتوا حاجة بدأتوا تاخدوا خطوات بدأتوا تعملوا بروتوكولات فيه اتفاقات فيه حاجات فعلا فيه احنا يعني كنا من حوالي يومين ثلاثة كده افتتحنا مشروع الهايدروجين الأخضر هنا في مصر مصر عملت اتفاقية مع أربا لتصدير الهايدروجين الأخضر لها الفكرة أن دول غرب أربا على التحديد عندها نقص في الهايدروجين هتجيبه منين؟ هتجيبه من المنطقة العربية وخصوصا شمال أفريقيا مين في المركز عندها؟ احنا والحمد لله قمنا بافتتاح أول مصنع للهايدروجين الأخضر في المنطقة فالدول الأوروبية اتجهت نظرها ناحية مصر وعملت اتفاقية بالفعل معها مصر عملت أو هتشرع في بناء ميناء لتصدير الهايدروجين الأخضر لأوروبا وحتعمل اتفاقية مع السعودية برضو لتصدير الهايدروجين الأخضر في دول قبضة استعدادها للاستثمار في مصر في الهايدروجين الأخضر زي استراليا زي ألمانيا زي الصين زي النرويج السعودية الإمارات كل دي دول رايحة ناحية الحاجة اللي احنا لينا فيها ميزة نسبية دلوقتي اللي أنا عايز أأكد عليه أن الهايدروجين الأخضر ده هو الفكرة أن أنت بتفصل الجزء بتاع الهايدروجين في الهتش تي او احنا الهتش تي او المية المية فيها هيدروجين وأكسوجين هنفصل جزء الهايدروجين أوكي وهناخده نعمل منه طاقة الطاقة دي تتسم بأنها طاقة نظيفة فعليا خالية من الكربون مقارنة بالوقود الإحفولي طب حدا هيقول لي هتعملي زي من المية وإحنا أصلا بنعاني من شح المية وإحنا على شفة يعني ربنا يسطر عن أن أمريكا تعهدت بمنح مصر خمسين مليون دولار خمسمية خمسمية صح مبارح اه مبارح خمسمية مليون دولار لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد منح على ما أنا متذكر هي منح هم بتخذنا أنت الحدد المضح له مهمة هم قالوا منح هم قالوا منح غير مشروط هم قالوا منح غير مشروط عايزوا خمسمية بتوحي أبطل نيو هي غير مشروط فغلينا يعني معيهم ونشوف الدنيا ماشية ازاي فأنا أتوقع مزيد من الاتفاقيات والبرتوكولات في الفترة أو في الوقت اللي باقي خصوصا زي ما قلتك ما قلتلك أن مصر دولة رائدة في المنطقة في التحول للتقامة المتجددة والاقتصاد الأخضر حلم طب أنا أساس الحضرتك هطلع فاصل وعايز أرجع بعض الفاصل أرجع لك يا دكتور نهلة على مسألة أبرز المشروعات الاقتصادية الخضراء اللي ممكن مصر تشتغل عليها وتستثمر هذه الاتفاقات فيها يعني إحنا قرينا زي ما على موضوع الخمسمائة مليون دولار بتورنات المتحدة الأمريكية إحنا قرينا تقريبا على مبلغ قد يصل في إجماله الحوالي عشرة وسبعة من عشرة مليار دولار استثمارات في الاقتصاد الأخضر طيب هنشتغلها في إيه بقاها هي أبرز أنواع الاقتصاد أو أبرز أنواع الأنشطة اللي نقدر نشتغل فيها في ظل هذه التمويلات أو المنح إلخ 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 خليكم عانى بعض الفاصل ودكتور نهلة أحمد أبو العز استضمونا بعد إذن الله أهلا بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب بإضافتنا العزيزة دكتور نهلة أحمد أبو العز أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وأحد أبرز المتخصصات في أبحاث الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في إفريقيا هرجع بقى على مسألة إن شاء الله كافة المذكرات كافة الاتفاقات تدخل في حيز التنفيذ أبرز المشروعات اللي ممكن مصر تشتغل عليها في الفترة الجاية إيه؟ يعني خلينا نقول مصر عملت محطة بنبام في أسوان بتاعة الطاقة الشرسية بتكلفة حوالي 3 مليار دولار مزمع إنشاء محطة أخرى في بني سويف الفكرة إحنا ليه بنتجه بقى للطاقة الشمسية إحنا في أفريقيا وقعين ضمن الإطار الاستوائي أو المناخ الاستوائي والمديري يعني الشمس عندنا طول عندنا سطوع شمسي أكبر من بقية المنطقة أكبر من بقية المنطقة فده بيدينا ميزة نسبية إن أي دولة تيجي تستثمر عندنا في الطاقة الشمسية فكرة إن الرئيس دايما في كل اللقاءات التي رحها أثناء فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي سنة 2019 كان دايما بيأكد على فكرة الطاقة الجديدة والمتجددة خصوصا في القارة الأفريقية دايما ودائما وأبدا يعني أنا دي وجهة نظري ودي وجهة نظر الناس كتير شايفين نسيات الرئيس مهموم بقضايا القارة صحيح الأفريقية الحقيقة في مبادرة اتعاملت اللي هي تحالف الديون المستدامة بمعنى هنبادل مبادلة الديون هنبادل الديون بإيه هبادللك الديون هنا في أفريقيا في 23 دولة أفريقية بتعاني بشدة من زيادة حدة مشكلة الديون هنبادلني بإيه هبادل لك إن أنا هعملك إيه هاخد الديون بتاعتك أعملك بيها استثمارات خضراء ودي أول مرة تحصل ودي أول مرة تحصل فمصر هنا تم الإعلان عن أول سوق طوعي لتبادل سندات الكربون وتبادل وإصدار سندات الكربون الخضراء هاي دي فكرتنا ولا فكرة كانت موجود فكرة مين هي موجودة في دول تانية لكن احنا أول دولة نطبقها في المنطقة فعلا أول دولة نطبقها فعلا في المنطقة فكل ده عندك يعني حاجات هتترجم في إطار الكوب 27 لاتفاقيات وحاجات على أرض الواقع تتعامل بالفعل على أرض الواقع الفكرة احنا بنبدأ الحاجة هنا في مصر بنبدأها بنبقى زي رواد في مجال هذا الأمر وبعد ذلك بتبدأ القارة الأفريقية ننقلها تجربة بيتنا للقارة الأفريقية زي مثلا هاديك على سبيل مثلا مبادرة حياة كريمة النهاردة تم الإعلان عن مبادرة حياة كريمة لأفريقيا واستهداف 30% من الشعوب الأفريقية بحلول عام 2030 30% يعيشوا حياة كريمة يعيشوا حياة صديقة للبيئة الفكرة ان معظم الدول الأفريقية لا يزالت تعيش بدون أدنى متطلبات الحياة اللي هي الكهرباء اللي بيعيشوا فيها اللي هي بنية تحتية ملأمة فانت بتحاول ان انت تنقلهم المبادرة بتاعتك فانهم يعيشوا حياة كريمة بمعنى ان هو يعيش في الدولة أو في بلد أو في قرية فيها كهرباء فيها صرف صحي فيها يستخدم بقى الطاقة بتاعت الشمس اللي موجودة عنده طول السنة بدأ ما هي أمر مهدر يستسمر فيها ويحولها لطاقة متجددة طالما هو مش لاقي الطاقة في شكلها التقليدي لا يحول بقى الحاجة اللي متوفرة عنده لطاقة متجددة ما تطلبه الدول الأفريقية من الدول الكبيرة الصناعية اللي هي أصلا متسبب بالضابط في التلوث وزي ما قلتلك أفريقيا لا تتسبب في التلوث سوى فقط بأربعة أو خمسة في المية ما تطلبه هذه الدول استثمارات فقط بمعنى طيب انت مش هايز تديني تمويل مباشر رافض حتى المية مليار دولار اللي هم من 2009 معلن عنهم لم يتم تنفيذهم بشكل جدي حتى الآن طيب انت مش راضي تديني تمويل مباشر طب انا هفتح لك السوق بتاعي المجال بتاعي تخش انت كمستثمر عندك التلوث أو التمويل عندك التكنولوجي الحديثة تدخل تعمل ايه تستثمر في مجال الطاقة المتجددة عندي يبقى انت استفدت وانا استفدت الدولة اكس عليها مثلا عشرة مليار دولار فتيجي تبادل الدين ده باستثمارات بقيمة العشرة مليار دولار صحي كده؟ طيب ده معنى ان افريقيا اللي عانت شعوبها لا عشرات لا هو دلوقتي لمئات السنين من المعاناة الحقيقية اقتصاديا ومعيشيا تتحول بالوقت الى المركز العالمي لتصدير الطاقة الخضراء الطاقة الاو ايوه زي ما قلت لك انا الحياة متفألة جدا من القرارات اللي طلع من الكاب 27 التي تخص القارة واللي سبب فيها خلينا نقول السبب فيها ودايما دور الريادة بأكد على دور الريادة لمصر زي ما قلت دايما مهمومة بقضايا الشأن الافريقي والقارة الافريقية طول الوقت بنأكد على هنعمل ايه لافريقيا هندي ايه لافريقيا زي ما قلت لك افريقيا فيها فيها طاقات شمسية فيها طاقة الرياح فيها طاقات فيها الهايدروجين فيها طاقات متجددة كتير جدا لكن ينقصها ايه ينقصها التمويل وينقصها التكنولوجي فما نطلبه من الدول المتقدمة انتي مش عايزة تقدم لنا تمويل مباشر بفلوس مباشرة طيب خلاص خش بك مستثمر يبقى انت هتعمل ايه انت هتستفيد بان انت هتنقل التكنولوجي بتاعتك فحنتفعلك فلوسها ان عاجلا ام عاجلا هنتفعلك فلوسها هتستفيد بان انت هتجيب معاك طاقات بشرية تعمل فانت هتخلق فرص عمل سواء لنفسك اولية هتمنع الهجرة غير الشرعية الكبيرة للشمال للشمال الاوروبي من الدول الافريقية عشان كده الدول زي ما قلت لك الدول الاوروبية بدأت تنتبه هفكت تغيرات المناخية دي جاية في مصلحتهم لو هم فهموا ان لو تعاملوا مع الدول النمية على ان هي مسؤولة عنها مسؤولة مسئولية تمة عن هذه الدول وعن ما سببته لهذه الدول من تغيرات ومن تلوث ومن انبعاثات وهتفهم انها هي كمان مستفيدة مستفيدة من استثمارات مستفيدة من توفير فرص عمل مستفيدة من منع الهجرة اليها طيب قبل قبل ما اختم هسأل سؤال بتوع الاقتصاد دول الناس بتاعة الحقائق والارقام صحيح بمتابعتك لا قب 27 في شرم الشيخ في اطار الحقائق والارقام والمشاهدات والملاحظات لانا دايما اقول ان بتوع الاقتصاد بالذات هما الاكتر دقة في الملاحظة في هذه الامور حجم تفاؤلك يصل الى اي مدى في تطور الاقتصاد الاخضر في مصر وفي افريقيا بطبيعة الحال لا حجم تفاؤلي كبير انا بطبيعة شخصية متفاعلة الحمد لله الحمد لله لكن انا شايفة زي ما قلتلك خصوصية قب 27 في انه بينقل التعهدات الغير ملزمة الى قرارات ملزمة تنفذ على ارض الواقع لان زي ما قلتلك في البداية الناس اتفجأت بان التغيرات وطيرتها سريعة ان الانسان الامن الانساني بدأ يهتز الامن الغذائي بدأ يهتز الامن البيئي بدأ يهتز وظيفك اصبحت مهددة دخلك اصبح مهدد اذا انت مهدد في كل حياتك طب احنا هنستنى ايه بعد كنا فنسب التفاؤل لا اعتقد ان هي هتعدي اي كب تاني يمكن انا بحب بلدي اوي فعشان كده او فعشان كده شايفا مؤتمر شارم الشيخ الساني دي هيبقى لو خصوصية في التنفيذ على ارض الواقع انو كان عاملين بيهددوني ان وقت الحلقة خلص فالتهديد اصبح واقع وحقيقة والوقت خلص للأسف الشديد لكن اشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة دكتور نهلة واشكرك جدا على جرعة التفاؤل المبنى على الحقيقة والارقام لانه ليس في التفاؤل المطلق يعني نورتينا وشرفتينا وان شاء الله اكيد لازم يتقابل تاني وثالث وعشر كل الشكر حضرتك دكتور نهلة احمد ابو العزي استاد الاقتصاد بجامعة القاهرة واحد ابرز المتخصصات في الاقتصاد الاخضر بمصر وافريقيا والتنمية المستدامة بمصر وافريقيا